كل التوفيق لفريق النادر الاهلي وبعثة النادر الاهلي طبعا في كامبالا المباراة يوم الثلاثة ان شاء الله مباراة مهمة جدا ومباراة قوية بعد بداية والتعادل أمام الترجل على فكرة مختلف مع ناس كتير بتتكلم من الاهلي قدام الترجل ما قداش بالشكل المطلوب وفقا للظروف اللي فاتت وفقا للنتاج الأخيرة والغيابات المتاح يعني الغيابات المتاح يعني أنا بتكلم في أجيه بتكلم في علم علول بتكلم في وليد أزارو دول اللي هم موجودين معاك في الفرق أو كانوا غيبين دول يغيروا أي نتيجة موجودة كمان الأخطاء التحكمية لا بحبش أتكلم عليها كتير لكن كانت في هذه المباراة أنا بتكلم في إلغاء هدف صحيح 100% تكلمش بقى في أي حاجة غير النقاط محددة إن الأهل يؤدي بهذا الشكل وبهذا الأداء وخاصة النشط التاني أمام الترجل بالأداء الكبير ده والروح العالية وإنه روح للمرمى أكتر مرة وبقولها لكوا تاني وبعدها تاني البعض كان بيتكلم على الغياب الأداء بعدما غيب عبدالله السعيد لكن أنا بقول لكم بالأرقام وفقا للأرقام غياب أزاروا أكثر تأثيرا من عبدالله السعيد الأهلي هزم بالأرقام وعبدالله السعيد في الملعب أزاروا مع الأهلي الأهلي ما تهزمش أزاروا كمان وهو موجود كان بيقدر يخلص لكن مجمل الأحداث ومجمل الحديث أن النادي الأهلي قدم مباراة رائعة وقوية أمام الترجل ولما الدنيا بتبقى مزنوقة وقوية لعبة النادي الأهلي بيقدوا بشكل مميز الأهلي بمن حضر في المباريات الكبيرة والمهمة لعبة النادي الأهلي عرف قد إيه قيمة هذه المباراة وخلينا أقول لكم أن بعد أتقفلت صفحة الكابيتانو حسام غالي يعني المباراة خلصت ترجمة نانسي قنقر